بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين التعليم ترد على شكاوي الطلاب باختفاء أيكونة تسليم الأبحاث طبعا زي ما انتوا عارفين ناس كتيرة بتشتكي وبتنشر وبتقولي في التعليقات إن أيكونة تسليم الأبحاث اللي احنا شرحناها الصبح مش ظهرة خالص إيه الحل بقى؟ إيه حل المشكلة دية؟ طبعا اشتكى عددا من الطلاب وأولياء الأمور من تأخر ظهور آيكونة التسليم الألكتروني للمشروعات البحثية على منصة أضمودو وعدم تمكنهم من رفع الأبحاث ألكترونيا على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم بدأت اليوم في تسلم المشروعات ورقيا وألكترونيا وناس كتير نشرت وقالت برضو إن هي سلمت البحث وتمام التمام كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم الفني أن هناك بعض طلاب انتهوا من رفع مشروع البحث الألكترونيا من خلال منصة أضمودو هنا بقى حل المشكلة الناس مش فهمة ومفكرة لوزيرها ينزل آيكونة البحثة على الصفحة بتاعة المدرسة للأسف الصحيح بقى أن كل مسؤول كل مسؤول مدرسة بيدخل بحساب المدير يعني المفروض الراجل مسؤول الحاسب في المدرسة هيدخل بحساب المدير نفسه تمام طيب وبعد كده هيدخل بحساب المدير للصفحة وهينشئ واجب اللي هو الواجب العادي اللي معمول ده ويكتب في الخانة الأولى ارفع البحث اللي هي ارفق دي اللي الوزير نشرها والخانة التانية يكتب الملف من نوع بي دي اف علشان محدش يرفع ورد مثلا تمام بعدين هيضغط على كلمة تعين ثم يحدد آخر تاريخ للبحث يعني 15 او 16 مايو على حسب ثم يحدد علامة مربع الاختيار بغلق الرفع بعد الموعد المحدد اللي هو ايه اللي هو آخر ايه آخر موعد المحدد ثم يضغط تم آآ غير كده ما فيش زر بحث هيظهر ولو بعد مية سنة يبقى الناس اللي ما ظهرش عندها البحث تمام اسأل زميلك كده اللي من نفس المدرسة هتلاقيهم برضو ما ظهرش عندهم يبقى لازم المسؤول بتاع المدرسة هو اللي يخلص الموضوع ده تمام طبعا ان الوزارة قدرت ترد عليه ان هو خلال التصريحات اللي ردوا بها على الناس يعني قالوا والله احنا ادناكم اركام في حالة اي مواجهة من اي مشكلة لرفع البحث على المنصة التواصل مع الدعم الفني او الانتظار حتى يتم خف الضغط على الموقع حيث انه متاح التسليم الالكتروني حتى ستاشر مايو يعني هما ملاقوش حل للمشكلة فقال لك احنا مدينكم اركام للدعم الفني اكلموا الدعم الفني دي بقى اركام الدعم الفني اركام الوزارة للدعم الفني والابلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم الابحاث طبعا الاركام دي متاحة وهاتف يعني تقدر تتصل عادي تقدر مسلا تكلمهم براحتك ماشي دي بقى كل الاركام اه اللي متاحة للوزارة عملتها للواطس تمام انا سيبهم لكم وهم تمام من غير ما نسيبهم في رابط ولا حاجة هم واضحين قدامكم تمام اه كلموا اي رقم منهم ان شاء الله يردوا عليكم ومن خلال الرد بقى اه تقدروا بقى ايه تعرفوا المشكلة فيهم تمام يلا بالتوفيق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته